التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر نظيره اليوناني الفريق أول قسطنطينوس فلوروس والذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء لعلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول قسطنطينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكرية بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنصيق بين مصر واليونان في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات معربا عن تطلعه لمزيد من التنصيق بما يلب المصالح المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات الوطيضة بين مصر واليونان خضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة